أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة رحض حياتها 107 شهداء و145 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية وبذلك تتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29.092 شهيدا و69.028 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال يمنع تواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى عدد من الضحايا المتواجدين تحت الركام